السلام عليكم ورحمة الله يارب تكونوا دايما بخير بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة حسف النمط بدون حسف البيانات للهاتف اوبو اي اربعة وسبعين موديل سي بي اتش اتنين وعشرين تسعتاشر اصدار لاندوريات حداشر هنشتغل في الفيديو ده على اداة اللوك تول وطبعا لو معاك اداة دعمة للجهاز هتشتغل بنفس الطريقة على الاداة الخاصة بيك في البداية يا ريت لو تبص بصة في وصف الفيديو لانك هتلاقي شروحات مختلفة للجهاز والاجهزة تانية ومنها طريقة ضبط المصنع ادويا بدون ادوات او برامج في حالة لو مش متاع عندك اي ادوات سواء مدفوعة او مجانية تقدر تستخدمها علشان تحافظ على بياناتك او لو ما كنتش عايز البيانات اصلا طيب في حالة انك مش عندك ادوات او دناجل ومحتاج البيانات اللي عليه في بسيط بتقدم لك الخدمة دي مدفوعة اولاين وانت في مكانك لو كل الطرق فشلت معاك كلمنا وان شاء الله عندنا الحل اول حاجة عاوزين نتكلم عنها ان الجهاز ده معالج كوالكم زي ما احنا عارفين ان الجهاز معالج كوالكم وزي ما سمعنا زمان ان اوبو الكوالكم معظمه لازم تفتح الجهاز وتوصل نقاط ال اس بي مش كل الاجهزة طبعا ولكن اغلبها بعد فترة ظهر ادوات وبرامج ومطورين قدروا يحللنا المشكلة دي وزي ما قولنا في الفيديوهات اللي فاتت عن معالجات كوالكم لهواية في اوبو ان التعامل معاها بقى سهل زي ما نشوف في الفيديو دلوقتي هتعمل اقاف تشغيل الجهاز عن طريقة ضغط على زر الباور ضغطة مطولة واختيار اقاف التشغيل وفيه طريقتين للدخول لوضع ال 9008 اللي هو وضع الكوالكم وده وضع الكوالكم المستخدم في العملية بس بدون بوكسات او توصيل النقاط ال اس بي الطريقة الاولى انك تفتح الاداة او الدنجل اللي داعم لجهازك وتختار العملية اللي انت عاوزها سواء كانت ضبط مصنع او FRB وتقفل الجهاز خالص وبعدين تضغط على زر خفض ورفع الصوت الاثنين مع بعض وتوصل كابل اليو اس بي لكنك بتشتغل على ميديا تيج بالزبط طيب لو الطريقة ديت ما نفعتش مع العلم ان الطريقة الاولى مقربها على اكتر من جهاز اوبو وكانوا معالجات كوالكم واشتغلوا بشكل طبيعي ولو ما اشتغلتش هتدخل على الطريقة التانية ودي بسيطة برضو ان شاء الله هتوصل كابل اليو اس بي في اللاب او الكمبيوتر والطرف التاني من الكابل هتوصله في الموبايل هتقفل الجهاز باور دلوقتي هتدخل على صفحة الريكوفري للجهاز عن طريقة ضغط على زر الباور مع زر خفض الصوت اللي اتنم مع بعض الضغطة مطولة اول ما يظهر شعار اوبو بترفع ايدك من على زر الباور وتفضل ضغط على زر خفض الصوت دي صفحة الريكوفري الرئاسية هتضغط على اللغة الانجليزية شايف الاختصار اللي تحت ده بتضغط عليه ضغطات متتالية لحد ما يزغلق الاشعار ده دلوقتي جاهز الدونجل او الاداة الخاصة بيك واختار العملية اللي انت عايز تعملها وبعدين اضغط على اوكيف الاشعار اللي موجود على التليفون لو جيت تلاحظ الاداة او الدونجل اللي حضرتك فتحه هتلاحظ ان الجهاز دلوقتي على وضع الكوالكوم الدونجل او الاداة هتبدأ تسحب بيانات الجهاز زي ما شايفين في الفيديو كده تمت العملية بنجاح الجهاز هيعمل اعادة تشغيل بدون اي تدخل منك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد عادة تشغيل الجهاز هنجرب ونشوف هل فعل العملية نقحت ولا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفضل الله تم حسف النمط بدون حسف البيانات بنجاح البيانات اللي هنقدر نحافظ عليها هي الصور والفيديو والموسيقى والمستندات تطبيقات الافتراضية او تطبيقات النظام هتتحزف كلها ببياناتها وعن تجربة الطرقتين اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو تقدر تستخدمه في اي جهاز اوبو كوالكوم بس بشرط واحد ان الاداة او الدونجل اللي حضرتك شغال به يكون داعم للجهاز اللي هتشتغل عليه يعني لو اداة الوقتول مش دعمة لجهاز زي مثلا اي ثري اس مش هتقدر تعمله اي عملية للأسف وطبعا الاداة نقصها موديلات كتير زي اوبو اي سبع وغيره بس تحديثاتها قوية وكل اسبوع تقريبا فيه جديد ودي مش دعاية على فكرة ولكن اتمنى الفترة اللي جاية الاداة تحاول تدعم الاجهزة النقصة وخصوصا في معالجات كوالكوم يارب الفيديو يكون عجبكم ويكون قدر تقدم حاجة مفيدة اتمنى لكم دوام الصحة والعافية